اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي النهاردة هنتكلم عن توقعات لمايك فيغالي كان ايلها للدول العربية وتحقق منها توقع لدولة الحقيقة قليل جدا لما بنشوف اخبار عنها او قليل لما بنشوفها في الاحداث دولة دي هي معانا النهاردة سلطنة عمان اتكلم عنها مايك فيغالي وقال في توقعاته هي الزئبق في العالم العربي اللي بترسم توازنات في المرحلة القادمة ولكن اخاف على هذه المنطقة من هزة او شبه هزة او مشاكل او تأثير من دولة قريبة وهيكون التأثير ده عليها بالسلب وفعلا كلنا شفنا الترند مبارح السعودي وشفنا الاخبار ووكالات الانباء بتتكلم عن المظاهرة اللي هزت سلطنة عمان وتدخل فيها مفتي عمان عن خط الازمة وكان بيوجه رسالة حاسمة للمسؤولين حيث دخل مفتي سلطنة عمان الشيخ احمد بن حمد الخليلي على خط ازمة الاحتجاجات في ولاية صحار وعدد من المدن العمانية على ترد الاوضاع الاقتصادية ووجه رسالة حاسمة للمسؤولين وقال ما دخل الرفق شيئا الا زانه ولا دخل العنف امرا الا شانه فيجب ان يسود بين جميع الاطراف منطق الحكمة للشدة وان تصدق النيات في حل المشكلات في اشارة الى الاحتجاجات الدائرة واضاف مفتي عمان في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر ان صاحب الحاجة اعمى لا يرى الا قضائها ووجه الشيخ الخليلي رسالة للمسؤولين فقال على جميع المسؤولين ان يسعوا الى حل مشكلات من هم تحت مسؤوليتهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وختم قائلا مع خلوص النية والرغبة في حل المشكلات تكون النتيجة مرضية للجميع بعون الله وتوفيقه وشهدت ولاية صحار وعدة مناطق متفركة في سلطنة عمان يوم الحد والاثنين احتجاجات لعدد من العاطلين والمسرحين من وظائفهم في البلاد نتيجة لترد الأوضاع المعيشية وسط انتشار أمني مكسف وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدمتهم قاموا اليوم بالاثنين بالتوجه للمدريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم ومن جانبها أكدت الحكومة العمانية انها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات الكطاع الخاص وأوضحت الحكومة ان ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيسن بن طارج وبتعتبر على فكرة المظاهرة دي أو المظاهرات اللي قايمة دلوقتي داخل سلطانة عمان نادرا جدا أو من أوائل المظاهرات اللي قامت في عهد السلطان هيسن بن طارج وفعلا تحقق كلام مايك فغالي وقال إن هي مهمة جدا نظرا لموقعها وجغرافية المكان بتاعتها في وسط الدول العربية وحدودها مع كذا دولة عربية مهمة جدا وبتعتبر هي الزئبك وقال عليها كده الزئبك في العالم العربي اللي هترسم توازنات في المرحلة القادمة وأكتر من حد تكلم عن سلطانة عمان وقال إنها دايما بتكون هدية في سلام وهتبتدي إنها تنفتح على العالم وعلى الدول العربية حولها ولكن أخاف على هذه المنطقة من هزة أو شبه هزة أو مشاكل أو مظاهرات وهيحصل لها حاجة تؤثر عليها بالسلب ولكن هتمر مرور الكرام وتعود إلى عزة مجدهة في القريب العجل بيطمن الناس وبيقول لهم إن الموضوع هيخلص وهيمر مرور الكرام وهتعود إلى عزة مجدهة في القريب العجل بنكون كده انتهينا من الفيديو لكن استنونا في فيديوهات أكتر على قناة مساء الأخبار فأنتو لو لسه جدد معنا ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم إشارات الفيديوهات وأيضا لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ومستنية أسمع رأيكم وتعليقاتكم في الموضوع أسفل الفيديو شكرا وأشوفكم بخير وإن شاء الله الموضوع ينتهي بسرعة زي ما بدأ والناس طلبتها بسيطة وإن شاء الله هتتحل والموضوع يكون هين وطبعا نتمنى السلام لكل أهل فلسطين الحبيبة وكل الدول العربية واستنونا فيديوهات أكتر على قناة مساء الأخبار